بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق الله العظيم أنا عارف إن الموضوع صعب وعارف إن الوجع شديد وعارف إن الصدمة كبيرة وعارف إن العدد كبير وربما العدد هو الأكبر في الفترة الأخيرة حصيلة العمليات الإرهابية 305 شهيد زي ما أفصح عن نهاردة بيان النائب العام بجملة حصيلة الشهداء الذين سقطوا بالأمس في الحادث الإرهاب البشع في مسجد الروضة في منطقة بئر العبد بالقرب من العريش في شمال سيناء ولكن ولكن دي يطول فيها الكلام بس قبل الكلام واجب السلام السلام على أرواح الشهداء تنزل بردا وسلاما على أرواحهم هم في الجنة كما وعد الله وعد الله قريب ونصر الله قريب ونصر الوطني لا ريب لنا فيه اسمحوا للأول نؤفدي أحداد على أرواح كل الشهداء الذين سقطوا بالأمس في حادث العريش أعوذ بالله من الشهداء بسم الله العبد والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يبارك يوم الدين هيك نعم وهاك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ثبتهم عند السؤال اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ألحقنا بهم في جنات الصديقين والشهداء اللهم نحسبهم عندك من الشهداء اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم أدخلهم نازل الصديقين والشهداء يا رب اللهم أدخلهم نازل الصديقين والشهداء يا رب اللهم صبر أهلهم وذويهم اللهم صبر أهلهم وذويهم وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن أهل وصحبه يومند عبد الله أتهي لهم يبعثون